صور الضحية علقت على أبوابها والورود وضعت أمام مقرها والشموع أُقدت عند مدخلها بينما خيم الحزن والاستنكار على وجوه الكاثرين في باريس كما في باقي المدن الفرنسية بعد الاعتداء على الأسبوعية الفرنسية الساخرة الشغل إبدو والذي أصفر عن مقتل 12 شخصا معظمهم من الأسماء الثقيلة بالصحيفة ومن بين القتلى جون كابيو المشارك في تأسيس الصحيفة ورئيس تحليل استيفان شعبوني كما فقدت شغل إبدو أربعة من أشهر وأبرز رسامي الكاريكاتير وهم شعب وكابيو وفولنسكي وتينيوسا وكشفت مصادر الصحافية الفرنسية عن هوية الشرطيين الذين لقي مسرعهما في الهجوم على صحيفة الساخرة شغل إبدو الأربعاء في باريس أحدهما ضابط مسلم ضو أصول مغربية